مجموعة من الإصلاحات عرض لها قطاع التأمين الإماراتي بهدف أو يهدف تهدف إلى حماية الشركات من الخسائر المتوصلة من خلال رفع الرسوم على تأمين المركبات ورسوم التحمل عند وقوع الحوادث نستعرض في هذا العرض أداء قطاع التأمين في سوق دبي وأبوظبي بعد القرارات الأخيرة نبدأ أولا بمؤشر قطاع التأمين في سوق أبوظبي المالي والذي إذا ما ندرنا إلى الأداء في شهر ديسمبر كان قد ارتفع بحوالي 4% لكن جلسة 27 من ديسمبر الحالي سجلت لوحدها ارتفعت تقارب 2% ووصلنا في هذه الجلسة إلى أعلى المستويات بالنسبة للمؤشر طبعا بعد رفع رسوم التحمل على السائقين عند الحوادث إلى حوالي 100% بالإضافة إلى استطبيق التأمين الصحي والالتزامي كل هذا جعل المستثمرين يقبلون على قطاع التأمين وبالتالي لاحظنا هذه المكاسب ماذا عن المكاسب القيمة السوقية في ديسمبر كانت مكاسب القيمة السوقية بالنسبة لقطاع التأمين حوالي 264 مليون درهم لكن في جلسة 27 من ديسمبر لوحدها سجل قطاع التأمين وقيمته السوقية حوالي 140 مليون درهم وبالتالي هذا يوضح الإقبال الكبير من طرف المستثمرين على هذا القطاع الذي عانى كثيرا وكان عليه خسائر خلال هذه السنة لكن يبدو أن بعد هذه القرارات سيكون هناك تحسن في أدائه وأيضا في أداء الأسهم ماذا عن قطاع التأمين في سوق دبي المالي في ديسمبر كان هناك ارتفاعات أيضا بحوالي 4 في المئة جلسة 27 من ديسمبر سجلت 2 في المئة من المكاسب وسجلت أعلى المستويات في حوالي 5 أشهر المؤشر تداول أكثر فوق مستويات 1500 نقطة وبالتالي واضح هذا الإقبال خلال هذه الجلسة للمستثمرين والذهاب إلى قطاع التأمين في ديسمبر كانت القيمة السوقية أو سجلت القيمة السوقية 111 مليون درهم في جلسة 27 من ديسمبر لوحدها قرابة أكثر من 3 تلت هذه القيمة التي سجلت في ديسمبر أكثر من 47 مليون درهم دعونا نلقي نظرة هذه المرة عن أداء أسهم قطاع التأمين في السوقين نبدأ أولا مع سوق أبوظبي المالي الوتبة أو سهم الوتبة ارتفع بقرابة 13 في المئة ميثاق أيضا المكاسب كانت 2 في المئة من الارتفاعات لكن أكثر وتضع علامات استفحام على هذا السهم الذي تراجع بحوالي 5 في المئة رغم أن الإقبال الكبير كان في هذه الجلسة كما ذكرنا على أسهم التأمين لكن أكثر لم يكن من بين الأسهم التي استفادت دار التكافل في السوق دبي المالي مكاسب 13 في المئة ارتفاعات على السهم وبالتالي واضح الدخول وشهية الإستمارية على هذا القطاع بعد هذه القرارات 5 في المئة ارتفاع على سهم سلامة وأمان أيضا نفس النسبة حوالي 5 في المئة من المكاسب خلال جلسة 27 من ديسمبر مكررات ربحية شركة التأمين هذه المرة دعونا نلقي نظرة عليها شركة الوتبة حوالي 29 مرة ميطاق بحكم طبعا الخسائر للشركة مكررات ربحية هو سالب أيضا ضال التكافل سالب وسلامة أيضا سالب بالإضافة إلى أمان وبالتالي هذه الشركة طبعا لها خسائر محققة خلال هذه السنة لكن في المقابل شركة التكافل هناك طبعا مكررات ربحية بقرابة 20 مرة إذن آخر الأخبار بالنسبة لقطع التأمين في دولة الإمارات قرابة 800 ألف شخص غير مؤمن ولكن بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الإلزامي يتوجب على هؤلاء الأشخاص أن يكون لديهم تأمين صحي في دولة الإمارات في قرابة 25 في المئة متوقع أن تكون زيادة في تعرفة التأمين بالنسبة للمركبات وذكرنا بأن سيكون هناك زيادة قرابة 100 في المئة بالنسبة للرسوم التحمل على السائقين عند الحوادث بقرابة كما ذكرت النسبة هي حوالي 100 في المئة وأيضا هي هذه النسبة بالنسبة للزيادة على مبارغ التحمل لكن بالنسبة للمركبات التي قيمتها ما بين 50 و250 ألف